مرحبا بكم اليوم سأترككم في الفيديو جديد من قناتي اسراء Gamer اليوم سأشارك معكم تسريبات الجديدة من اليميل جديد اليوم سأترككم في الفيديو جديد من شركة بككستي اليوم سنرى ونعرف ما هو التحديث القادم وما سيأتي بعد التحديث الفصح الجديدة الذي اقوم بك لكن ضرق هذا الفيديو لا تنسى ان تشتركوا في الفيديو واستعرقوا في هذا الفيديو لاحظة التوقع في القناة نضغطين شكرا وكل شيء الآن دعونا نبدأ بذلك سنرى ما علينا مكتوب في اليميل حسنا كما سأكبر اليميل ولكن سأقولكم ايش قالوا بالظبط وكمان رح برجيكم صور باخر الفيديو عشان هيك يا جماعة تأكدوا انكم تسفرجوا مع الفيديو للاخر لان الاخر تبع فيديو بيكون اصلا اهم من الفيديو بس كمان الفيديو مهم خاصة يعني كده فيديوهات تبع تنسريبات و ايميل لازم دور تبع فيديو من اول لالاخر هذا الشي ضروري بس انيويز خلينا نبليش العنوات تبع اليميل هو كأنه مناسب العربي بالعربي انه تحقيق خطير جدا يعني فيه تحقيق انا السراحة ما فهمت يعني ايش قصته من هاد العنوان بس كأنه تعفوا العمل تبع المحقق هو التحقيق فهذا ايش قصده انه تحقيق خطير so قالوا يا جماعة انه هذا ثم عن gossip girl قد تحكي لنا قصة يعني ايش صار معها ايش قلت بالظبط قالت كان صباح هادئ كنت اشرب شاي وفي مكاني مفضل في المنزل وشاهدوا برنامج مفضل حياة الناس الاخرين لا يجدوا تلفزيون في منزلي ولا افهم حقا سبب اعجاب الناس به لانه مجرد تمثيل وحبوا النميمة الحقيقية التي يتم الحصول عليها من نظرة خاطفة جيدة من نافذة واحيانا حتى باستخدام المنزل فمشان تصد هاي الفقرة خلي اعيد اقرأ لكم ياها بطريقة افضل كان صباح هادئي ادعم اشرب شاي وبالمكان مفضل تبعي بالبيت اللي هو اكيد قدام النافذة وادعم شاهد افضل برنامج عندي بالحياة اللي هو حياة الناس الاخرين معناتها انه ادعم طول من النافذة وادعم شاهد الحياة تبع الناس تانين هذا هو برنامجي مفضل حياة الناس تانين ما عندي تلفزيون بالبيت وما بفهم اصلا يعني ليش ناس بيحبوا التلفزيون لانها مجرد يعني تمثيل انا احب يعني النميمة الحقيقية احب يعني اخبار الحقيقية مو تمثيل اللي يعني بقدر احصل عليها بس من نظرة خاطفة من النافذة زي ما آدها الابامل واحيانا حتى باستخدام المنظار بعدين قايز يعني ورجونا صورة تبعها جالسة قدام نافذة كثير كبيرة انا بجالسة احرجيكم صورة قايز باخر الفيديو بس اموهم يعني بتعمل نميمة حلقة قايز خينكمل طبعا بعدين قالت النقطة المهمة هي اني شفت العالم بيمر وهذا الشي بيقدر ما يبين غريب لكن كان بمثابة جرس انضار بالنسبة لي من لما فتحت البواب وظهرت الشهب لاول مرة لم ارد لم اره يستريح او يغادر الشاطئ لذي نظرية شويش من قصتها بسمع وبطبيعة الحال كنتوا بحاجة لمزيد من التحقيق لاحظتوا انه مر بالمنزل بسرعة وخرج معه كتاب وركب دريال اوه عمين ادم تحكي اوه العالم مو العالم اوه شافت العالم بيمر اوكي وهذا الشي يعني بيقدر ما يبين انه احنا غريب لكن كان بمثابة كأنه جرس انضار بالنسبة لها عشان هي بتحب نمي وكلا ف من لما فتحت البوابه وظهر الشهب ايش لما مر اوه ظهر يا جماعة الشهاب ومن لما ظهر الشهاب العالم ما استرح ابدا ابدا يعني صايد دايما بيطلع وما بيستريح من لما طلع الشهاب متى طلعت الشهب من جد مدرب زمان بدي قادت لنا فعشان هيك اكيد بطبيعة الحال لازمني المزيد من تحقيق بدنا قادت ان لاحظتوا انه مر بالمنزل بسرعة وخرج معه كتاب اوكي يعني اخذ كتاب وخرج وركب درياجي تابعه واتجه مباشر للدكاء الاصطناعي يعني اي اي اه او ماي جود او ماي جود مستحيل ممكن يكون زيرو جرافتي لان اي اي عندها لعب زيرو جرافتي يا الله مدري مهم بدنا قادت انه كان علي ان اكون حذر للغاية ان لا يحبون اخباري الاشياء او ولهذا السبب كان علي ان اقطع طريقا طويلا حول الجزيل اللي اخسر عليه في الطريق اه اللي اخسر له في الطريق ولم اقترب منه الا عندما انتهيت وقل اوكي بدنا قايز طبعا ورجنا صور التباعي اذا بترعبه هو موقف جنب الاي اي اللي هي الدكاء اصطناعي اللي هي الدائرة اللي بتكون بسرعة بوسط المدينة مهم بعدين قايز لما غادر العالم بدأ الدكاء اصطناعي يعني هذيك الشغل الدائري اللي لونها ذا رقاء موجودة بوسط العالم فبدأ متحمسة كثير اللي خلاها اللي خلى غوسب جور متحمسة اكثر عشان هي قامت باعداد كاميرا مخفية فعملت قايز كاميرا خفية كاميرا مخفية يعني اهل التصوير بالمكان تبع اللي فيه الاي اي اي اوكي كأنه بالساحة وخلتها بتصور الليل كله على امل انه يقول الذكاء اصطناعي اشي للصديق الالي تبعه حول اخبار بشي عن اخبار فظلت كايز كاسب جور بتشاهد كل شي من الكمبيوتر الليل كله فعالت انه شاهدت اتناشر ساعة متواصلة من دور عن ذكاء اصطناعي والروبوتر يدعو الجميع الى صيد البيض اوه كنت على وشك تخلي عن امل في عضو على اي شي حتى استغلى ذكاء اصطناعي اللحظة التي لم يكن فيها احدا موجودة للتعليق عن الموضوع بدأ بالقرؤ ام تحمس جدا الاخبار وسأل عما ثرثرة ويريدوا معرفة كل شي اوه يعني الروبوت اللي معه الذكاء اصطناعي اوكي اوكي الذكاء اصطناعي بقدر يحكي ايش فيه وبعدين gossip girl تشوف بالكامير يعقوه كثير مليح وفيه خبر سيء الخبر سيء هو انه بطارية الكاميرا نفذت قبل لا معناته قائز انه كان يعني الذكاء اصطناعي مع الروبوت قاعدين عم يتحدث اوكي لانه فيه طبعا ربوت قدامه يالله طبع يبيقولهم تعالوا لعبوا يعني لعبوا تبع الضيض فيا جما اوماي جار اوماي يعني قالوا انه انا كثير متحمس الاخبار وكذا بدا تسأل ربوت انه هل بدك تعرف اشي عن اخبار وروبوت قال له ايه لانه هو بحب كثير كثير ثرثرة بحب يحكي ويحب القلق زي gossip girl بالزبط بس يا جما نفضت البطارية تبع الكاميرا تبع gossip girl قبل ما يبلش بالحكي اوماي جار ايش هذا الحظ السيئ اوكي مهم قالت انه راح تواصل التحقيق واذا سمعت اي اخبار راح ترجع وتخبر يا يا الله guys نفضت البطارية تبع الكاميرا اللي كانت بترائب منها الناس اقصد الروبوت والذكاء اصطناعي واذا دعنا احاول لكم الصورة هذه الصورة الأولى تبع gossip girl قاعدة تشاهد من من النافذة يعني ماذا قاعدة تشاهد السلاحة بسلام لك واذا شافت شافت يعني العالم طالعا من البيت تبعه وحامل كتاب بيته وليكم مصدوم مدري شو وهذا هو الروبوت اللي جنب على فكرة المهم وهي هلا قاعدة بترائب لكم هاي gossip girl بدلك بهاي الصورة قاعدة بترائب كل من الكاميرا شايفين قاعدة بترائب من كومبيوتر و الربوت لكن اكيد نفضت البطارية وانطفت الشاشة قبل ما يبلشوا يحكوا هيا هيا كل التسريبات ما حكوا كثير يا جما كايز ايش وصور طيب ما في افكار بهذا الايميل كنت متوقع ان اشياء وكذا بس ما ممكن يكون zero gravity ما نمتكد اكتب لهم بتعليقات انتو شو ارائق شو بالظن ممكن يكون ارما بحب كثير شترك بالقناة كمان حت تلاقي بتعليقات بس اشترك 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 اشترك